الجنرال السيسي الذي قام بانقلاب قلاب 30 جوان سموه ثورة آنذاك 2013 وأطاح بنظام مدني كان يقود مرسي ويقوده الإخوان ولكن معهم آخرين أطاحوا فيه وهو هذا النظام المدني الذي لم يحكم إلا سنة واحدة في جوان 2012 فاز مرسي رحمه الله بالانتخابات وقبل ما ينتهي انهي عام أطاحوا به وقالوا فشل حكم الإخوان يعني الغريف الأمر بغض النظر أن الناس تقبل الإخوان أو تكرههم تحبهم يعني ستين سنة من حكم العسكر من 52 إلى 2012 ستين سنة أرجع مصر إلى فشل عارب ما تكلموش عليه لكن سنة واحدة حكموها مدنيين ولو يعتبروا فشل حكم المدنيين وفشل حكم الإخوان طبعا كانت البروبوغاندا كبيرة جدا كانت فيها الإمارات والسعودية وإسرائيل وكل أولئك الذين لا يريدون أن يكون هناك نظام مدني في مصر كونه إخواني زاد للقضية يعني كون ما كانش إخواني ربما أقل لكن لا أنا أقول لكم حتى لو كان يجوا الشيوعيين مدنيين في أي بلد من هذه البلدان البائسة الكسيحة اللي رأيه اليوم يحكمها الطغاث حتى لو كان يجوا الشيوعيين حتى لو كان يجوا العلمانيين حتى لو كان يجوا الليبراليين حتى سميهم ولا الإسلام سمي أي جهة القضية هي حكم مدنيين والخصومة هي من بين الشعوب التي تريد حكومات مدنية بحق ومن بين جنرالات يتلقون أن دعم خارجي قوي جداً ويسيطرون على البلدان وبدعم قوي لأن حكم العسكر يضعف البلد بطبيعته ولا يراد لهذه المنطقة أن تنهض من جديد لا يراد لها أن تنهض من جديد وبالتالي يضع عليها الضغات خاصة إذا كانوا عسكراً فهم سيكملون الضمار دون أن توصيهم كثيراً بل ما توصيهم يضع برك عسكر جنرالات في الحكم وهم يكملوا الخدمة ما تحتاج توصيهم القمع والقهر والتعذيب والسجون والتشريد والخطفة راح يقوموا به وهذا اللي قام به السيسي كما قام به جنرالة الجزائر في التسعينات على سبيل المثال لكن ما الذي يجعل حكومة قطر وحاكم قطر؟ دعنا نقول حاكم قطر لأنه هو حاكم واحد في الحقيقة كل هذه الحكومات الملكية فيها حاكم واحد وحول الأتباع وحول البطانة والجمهوريات العسكرية هي في شكل مدني وفي شكل جمهوريات ولكنها أيضاً طغام عسكري حاكم قطر ما الذي تغير؟ حاكم قطر يعتقد أنه في وضع أفضل بكثير وبالتالي والسيسي في وضع سيء وسيء جداً برغم أن السيسي تلقى عشرات العشرات العشرات من المليارات من الدولارات يعتقد أنها تجاوزت الميتين مليار دولار من عدة دول خاصة من السعودية والإمارات والكويت ولكن ليس من هؤلاء فقط أيضاً كديون اليوم الديون المصرية شيء رهيب شيء رهيب برقم مهول الديون الخارجي والداخلي مع ذلك وكأنه مثلث برميدة تعرفوا أنه مثلث برميدة هذا يقال أنه عندما تمر عليه السفن يشفطها يصرطها مئات الملايير من الدولارات شوفيت في مصر لماذا؟ لأنه عندهم مجموعات تعرجة لنهب المال وعندهم جنرالة بزنس والجيش بالعكس أكثر من عندنا نحن داخل في التجارة إلى آخره فخربوا كلش ونهبوا كلش صحيح يبدأ يبال لك بعض مثلاً بناء عاصمة ما يسمى بالعاصمة الإدارية بعض البروجيات تنتعى الجسور ما نشعار لكنها كلها عبث يعني مشاريع لا تأتي بيعني استثمارات لا تأتي بنتائج وإنما تفيد اللي يستثمروا خاصةً الخليجيين الآن أكثر الشركات وأكثر الأراضي شارينها سعوديين وإماراتيين وأجانب إلى آخره مصر خلاص أغلبية أملاك شعب المصري اللي هو في طار شركات أو أراضي أو أقارات تيملكه أجانب خاصةً الخليجيين فالإماراتيين والسعوديين قالوا نخلاص حنا ما ننبخوش نرى بزاف علينا ورانا ملكنا قاعد قريباً مصر وشوح شوف معا واحدة آخرية ما زال يعطولوا ما زال يقدموا له ملاير الدولارات لكن ما عندهمش كمال قطري قطري يقدر يعطيله أكثر بكثير لماذا يقدم له أكثر بكثير؟ آه تغيرت بعض الأمور تتذكرون أنه في جوان 2017 أقدمت الدول الخليجية ومعها اللي هي السعودية والإمارات والبحرين ومعهم السيسي يعني اعتبروه كتابعين مصر بكل تاريخه ممتد وأصبح تابع لجماعة الخليج قطعوا العلاقات مع قطر وقالوا أنها معادية لنا وأنها تدعم الإخوان وأنها 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 ومش فقط هكذاك لأن ترامب شجحهم كانوا على أبواب أن يغزوا قطر وبالفعل كانت هناك قوات مصرية وإماراتية وسعودية تحيط بقطر تقريبا من كل جانب وهي محاصرة قطر ما بين السعودية والإمارات يعني والبحر فالقطريين استنجدوا بالأمريكيين لأن عندهم قواعد أمريكية هناك قاعدة العديد وقاعدة الأخرى مش عارش اسمها إلى آخره الأمريكيين قالوا ما إحنا والله صعيب علينا باش ندخله صعيب وخاصة أن ترامب هو الذي سأعطي الضوء الأخضر لخصومكم للسعوديين والإماراتيين والمصريين وكانت هناك قوات خاصة مصرية يحتاج فقط في ساعة السفر لأوقف الأمر هي بعض الأمريكية خاصة CIA وخبرات الأمريكية التي قالت قطر مهمة جدا لنا وإذا أخذها الإماراتيين والسعوديين لن نستفيد كثيرا نحن أصل السعودية والإمارات رهم حلفائنا لكن قطر يتأدينا في خدمات كثيرة على مختلف مستويات وراها الشعوب العربية تنظلها بنوع من الإيجابية وهي ممكن يستخدموها في بعض الأشياء خاصة في تعاملاتها مع الإسلاميين ومعها إلى آخره فالإستابليشمنت الأمريكية رفضت الغزو في حين ترامب كان مع الغزو تعرفوا الخصومة ما بين ترامب وراهي كل مرة تتفجر أكثر والإستابليشمنت الإستابليشمنت هي مشكلة أساسا من أجهزة المخابرات ونوزارة الدفاع إلى آخره لكن ما تدخلوش الأمريكيين باش يحموا قطر من تدخل؟ القوات الخاصة تركية قوات خاصة تركية كان هناك القطرين كانوا وقعوا اتفاقية دفاع مع الأتراك كأنهم إذا تعرضوا وقعوا في 2014-2015 عرفوا بلين خطر جايهم وبأن السعودية والإمارات يريدون سحقهم خاصة بعد واقعة الربيع العربي وأن قطر حرضت عليه وحرضت عليهم إلى آخره فرحوا وقعوا في سنوات ما بعد الربيع العربي وقعوا اتفاقيات مع الأتراك كانت قبل اتفاقيات صغيرة لكن بعدها وقعوا اتفاقيات كبيرة جدا اتفاقيات دفاع مشترك بمعنى يمكن يقول دفاع مشترك هو حماية لقطر لأن قطر مش رحة تحميه تركيا لكن يسمى اتفاقيات دفاع المشترك وسرع الأتراك ما كانش مرت على البرلمان طلب أردوغان في 48 ساعة أنه مروا الاتفاقية عن طريق البرلمان البرلمان وافق عليها في الوقت اللي كان يوافق عليها البرلمان كان القطرين أرسلوا عشرة آلاف من القوات الخاصة لكن كان عندهم مشكلة من أين يمرون لقطر لأن قطر شبه محاصرة قالهم طريق واحد وهو طريق الإيرانيين ولذلك انتم مرات تشوفوا تلقوا باللي فيه نوع من العلاقة الخاصة من بين قطر وإيران في حين أنه في خصومة كبيرة من بين السعودية وإيران الإمارات وإيران البحرين وإيران لكن مع قطر كان علاقات جيدة من بين قطرهم من بين الأسباب هذا ليس فقط هذا السبب لكن هذا السبب الرئيسي هو أن اللي سمح بالرغم من أن الأتراك والإيرانيين كانوا متخاصمين في سوريا لكن الإيرانيين سمحوا للأتراك باش يعبروا عبر أراضيهم ويدخلوا لقطر عبر أراضيهم لأن لو كان منعوا لهم الطائرات باش تمر ما عندهاش ترك منين يروحوا للخطريين لأنها محاطة كلها تقريبا بدول تعاديها أو لن تقبل باش تمر قوات مسلحة قطرة تركية فرحت هناك الأخبار تقول عشرة آلاف من القوات الخاصة وهذا هو اللي منع طبعا كان هناك رضا أمريكي بتاع الestablishment برغم أنهم مقدرونش يساعدوا قالوا لازم الرئيس يوافق وترامب مش موافق ترامب رمعانج مع الأخرين فكان هناك رضا أمريكي بطاعة الحال لكن مساعدة إيرانية أدت إلى دخول القوات الخاصة التركية ولما دخلت القوات الخاصة التركية كانوا أكثر من عشرة آلاف وكانوا يصلون تبعا عرفوا المصريين والسعودين والإماراتين أنهم لن يستطيعوا أن يحتلوا قطر وأنها ستكون حرب دامية وأنها قد تكون كارثة على الجميع فقالوا أوكي مدوش قطر لكن حصروها وقال حصار شديد تقرب القطريين من أمريكا يومها ترامب أنا ما زلت أستمع لوزير يومها وزير الاقتصاد بتاعهم أو الطاقة يقول صرفنا 147 مليار دولار من السلع الأمريكية واش دار ترامب؟ ولا يقولهم لي يجيب لي أكثر السعودية تعهدت بـ 480 مليار دولار الإمارات ما نشعر بكم من 100 مليار دولار فالإماراتين ثاني فترامب دار بيناتهم الخصومات وراحت يقال أنها أكثر من ألف مليار دولار من هذه الدول الخالجية ذهبت إلى السوق الأمريكية كاستثمارات أو في أشياء متعددة أو كشراء لأشياء معينة أو شراء أسلحة خاصة إلى آخرهم لماذا؟ لأنه طبعا هما قبائل ويعرفوا بعضهم ليح وكانوا على أبواب أن يأخذوا كل واحد يقول ندفع لترامب باش يساعدني والقطرين بعد دفعوا لترامب باش فقط ما يبقاش ضغط عليهم لأن ترامب كان دير عليهم ضغط رهيب جدا ويقول لهم باش نوقف الضغط ندفعوا كما رمضي السعودين والإماراتيين وبالفعل الجميع يقال يعني مش يقال يعني كتابات رصينة من جهات أمريكية يقولوا أن ترامب تحصل على أكثر الولايات المتحدة تحصلت على أكثر من ألف مليار دولار من تلك الأزمة لكن اللي حسن فيها عسكريا هما الأتراك ولذلك بالنسبة للقطريين يعرفوا والآن ما كان قاعدة عسكرية تركية فيها آلاف العسكر الأتراك طول الوقت طبعا فيما بعد قطر اضطرت أن توقع مع فرنسا ومع بريطانيا ومع ألمانيا ومع إيطاليا مع كل الدول الغربية وتقريبا كل الدول الغربية رحي عندها قواعد عسكرية في قطر وفي الإمارات كلهم تقريبا دول غربية القوية طبعا هذه الدول الغربية تستفيد من هذه الخصومة ومن هذه الصراعات السيسي صحيح حصل على عشرات مليارات الرز كما كان يسميه من الخليجيين ولكن بالوع العسكر اللي معاه والناهبين اللي معاه ما خلوا فيها ولو الآن مصر رحي على أبواب الإفلاس يعني نحن نقترب من سيناريو سيرلانكا فيما يخص مصر الشعب المصري بالتقسيمات الدولية ثمانين بالمئة تحت خط الفقر ثمانين بالمئة مش مبالا أروح قروها وتجدونها وهناك جوى وهناك عطش جادوا الإثيوبيين عطشوهم وبالمناسبة واحدة من الأسباب اللي دعت سيسي أيضا يلجأ للقطريين هو أن القطريين ضد هذا اللي بناته سد سد النهضة بينما اللي يمول سد النهضة هم السعوديين والإماراتيين بمعنى السعوديين والإماراتيين كانوا يدعموا السيسي لكنهم ضد مصر كدولة وكوطن وكشعب قطرين قالوا لا نحن ضد السيسي كنظام ولكننا ضد السد الأثيوبي فالسيسي وجد من أنه ربما يجد بعض الدعمه الآن راح قطرين سيدفعون عشرات المليارات من الدولارات باش يعاودي واللي عندهم نفوذ أكبر هذه المليارات على الأرجح راح تروح وأنا شخصيا أعتبرها عامة استراتيجي لأن الثورة الشعبية في مصر قادمة قادمة ما فيهاش ما عندهمش مخرج نجاعت وهي ثورة جياع قريبة من الوضع الجزائري لكن يبقى الوضع الجزائري مقالنة بالمصري أقل سوء هما كلهم سيئين وسيئين جدا لكن الوضع المصري أسوأ بكثير لأن فيها ديون وديون كثيرة جدا ومعندهمش بيترول وغاز اللي يقدروا يبيعوه يخليهم باش يخفوا من هذا مثل نحنا مثلا فالأوضاع على أبواب من بين الأشياء اللي حقتها قطر هو أن طلقوا لهم أربع صحفيين مصريين كانوا معتقلين ظلما وعدوانا كاللي معتقل عنده سنتين كاللي عنده ثلاثة كاللي عنده أكثر طلقوهم باش تعرف بالقضاء المصري وهو قضاء تليفون مرة أخرى مسيس يعني لما زار السيسي كان يجب من بين الشروط أن يطلق ذلك الصحفيين لهم مصريين ولكن كانوا يشتغلوا في الجزيرة بالنسبة اللي يدافع على وجهة نظر في هذه القضية وجهة قطر يقول لك هذا يكسر ذلك التحالف اللي كان ما بين المصريين والسعوديين والإماراتيين وأن الهدف الرئيسي لقطر هو تكسير الإمارات لأن الإمارات تريد تكسيرها هذا رأي يدافع على الرؤية القطرية لكن في الحقيقة أن الدموي السيسي يجب أن لا يستقبل في أي مكان مكانه الوحيد هو محكمة مدنية يقيمها الشعب المصري وتصدر أحكامه الحقيقية لقد قتل الآلاف وهم ينظرون تذكروا صيف 2013 في النهضة وفي رابعة وفي غيره إنه يعتقل عشرات الآلاف في السجون المئات ماتوا من أجل الإهمال بسبب الإهمال الطبي رأي تبع في النظام الجزائري بالمناسبة في موضوع الإهمال الطبي بل أنه أعدم أعدم ستة أشخاص وأصدر أحكام بالمؤبد في قضية خلية التخابر مع قطر بل أن الرئيس مرسي رحمه الله حكمه عليه وسجنه واجتهم الرئيسي أنه كان يتخابر مع قطر طيب السيسي أنت الآن تنحسب أنك تخابر مع قطر رئيس دولة يلتقي المسؤولين لا هو بعد ما قاموا انقلاب عليه داروا تخابر مع قطر وين راح ضرك تخابر مع قطر راح عندهم ذليلا والاتفاقيات كلها تتعلق بالمال كلها تتعلق بالمال أنا شخصيا رأيي أن السيسي هو مكانه كما قلت هو محكمة محكمة شعبية تصدر أحكمها الحقيقية ضده هو ومن معه في نهاية المطاف لن ينفعه للمال الإماراتي ولا السعودي ولا القطر لن حكم العسكر محكوم عليه بالانهيار الآن تكلفة قد تكون كبيرة جدا في مصر تكلفة قد تكون كبيرة جدا وبعض المصريين الذين خضعوا في انقلاب ثلاثة جويلية اللي داروه في هذه المظاهرات تاعة ثلاثين جوان كثيرين ممن وقفوا مع السيسي سجنوا أو هربوا أو شردوا وبعضهم حتى قتلوا بالمناسبة الجنيرالات لا أمانة لهم الجنيرالات مكانهم الثكنات ويكونوا تحت الرقابة الشعبية لأنه عنده الدبابة وعنده المدفع وعنده الرشاش يحقرك ولذلك الدول المحترمة أقامت أنظمة تقوم على تحكم المدني في العسكري لكن عندما تقيم بالفعل نظام مدني وبالفعل منتخب وليس هؤلاء الأوباش اللي تجيبهم المخابرات تضحن في البرلمان أو السيناتور أو 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 لما تقوم دولة شعب بحق ترجمة نانسي قنقر